قال لي أنا هيك أخي ياللي بيسعال وياللي بيرضاه هيك الله خلقني ياللي عجبه عجبه وياللي ما عجبه وقال كلمة كبيرة الملافذ سعادة جملة كتير لطيفة وكتير أكابرية وبدل على أخلاق صاحبه وطباعه والعالم كله بكل بقاع الأرض استعمل مصطلح رائع وشائع بين كل شعوب الأرض حتى يفتتحوا يومهم فيه ألا وهو صباح الخير ومساء الخير وما بتصور في أمي على هذا الكوكب بتجهل هالتعبير الجميل ونحن معشر العرب والسوريين بشكل خاص إلساننا دافي ومنبلضمين كتير يعني إذا قلت للأجنبي صباح الخير بيقلك صباح الخير good morning good morning نحن لا بتقلي صباح الخير بيقلك صباح الخيرات والليرات صباح الورد والفل والياسمين يسعد صباحك الحلوب الخير والبركة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعزك ويكرمك نهارك مبارك مرحبا أهلين وسهلين ومرحبتين بهالآمي وبالعين كيفك اليوم الحمد لله عم نسعى والله ساتر ربك ساتر ربك ياللي بيرضى بيعيش بتفركاش الله يجير بدناك إن شاء الله ما صلك شيء ورجيني وين قعنت ورجع من السفار الحمد لله عالسلامة اشتقنا لك يا رجل طولت الغيبة والله لك وحشة نورت البلا تجوز ألف مبروك ألف مبروك إن شاء الله الله يطعمك الخلفة الصالحة بالرفاه والبنين ما تبلو لا بقين لبعضكم هنا العمر كله بالهنى والسرور سعال صحة صحة وهنا على قلبك تشرب ماء عطاس يرحمكم الله توفى له حدا عصم الله وأجركم الله لا يفجحكم بعزيز والله حياتك الباقي البقاء لله اجاء ولد يربى بدلالك إن شاء الله وتجوزه على الحياة هناك وتشوف ولاده ولاده لا تنسى تعزمنا على الكراويه ها وايسوا على هالمنوال يعني نحنا عنا لسان حلو بيطالع الحية من وكرها والكلام الحلو ما بكلفنا شيء وقاله دلالات حلوة خاصة اذا صدر يعني عن نية سابقة وبعيدة عن المجاملة والملافذ السعادة مثل ما بيقولوا والكلمة الحلوة بتطلع والبشعة بتطلع والزكي الفهمان هو اللي بيختار ألفازه لأنه لفظه الغير حدو أدراس الدبوس يمكن يسعد نفس الإنسان ويخليه رايق طول النهار مثلا إذا قلت لمرتك أو بنتك مولاجرتك أوعك ها إذا قلت لك كتير طالعة حلوة اليوم أو لا بقلك هالفستان أو طبختك اليوم كتير طيبة يا الله يعطيك العافية فتصور مبلغ السعادة اللي راح تسببها لأهل بيتها راح تدلي لك طول النهار وأنت كمان راح تحس بالراحة والسعادة لأنك كنت سبب بإدخال السرور لهالنفوس يلي بتحبك بلا مصلحة ولا غرض المسايرة والود تلتين المعيشين في إلي جار ومع إنه كبير بالعمر ما كان يتعلم من هالحياة طبعه جفص كتير كلامه ناشف مثل الرئيس بدجه دج وياه مع الآن بمشاكل مع البشر والجيران من ورا لسانه ولهالسبب بيتجنبوه وما بيحكوا معه إلا الكلمة الضرورية وفوق هالشي بيقلي لك شبه الناس متحيونة وما لطيقتني يقلع مضربون شو عاملو يعنيك عاملكن لسانه متبري منه وبيزد كلام لو نزر على جبل بيهدو قلت له يمكن اسلوبك بالحاكي بديو شوية قلي بلا تقلي اسلوبي وبطيخي أنا الأعور بقل له أعور بعينك وما بتفرق معي قلت له لا يا جار شو أعور ما أعور لا تخلي العالم تزعل منك الله يرضى عليك قال لي أنا هيك أخي يلي بيزعل ويلي بيرضى هيك الله خلقني يلي عجبه عجبه ويلي ما عجبه ويلي واوه Billboard خلق ويلي بيزعل فيه واحد من معارفة دكتور مثقف بس多了吧 دخلت ثقافي بطباعها قسمن بالله بنشق الحليب وبذاز البقر وبحجة مصارحة المرضى بيقول لمريضه عيارك بهالدنيا 8 شهور دير بالك لا تنسى انه معك مرض لعين وزمات تبعت الارشادات تقصر المدة دير بالك دير بالك اي تضرب هالموصارحها اذا بتوقعنا باليأس والاحباط وفقدان الامان الملافذ سعادة يعني شو بيخسرها الدكتور اذا صاح كلامه بطريقة تانية مو يكذب عليه لا بس اذا قال له مثلا وضعك حساس شوي بس الامل كبير بالشفاء التام وخاطبه باسلوب خلا 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 ثقة بنفسه تزيد وايمانه يقوى ويمكن شفاءه يجي بهالطريقة لانه الامل احيانا بيعطي نتائج حلوة وغير متوقعة الملافذ سعادة بتقودنا لأدب الحديث والحوار والاجوبة الزكية الحاذقة سألوا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ايكم اكبر انت ام محمد فقال هو اكبر مني ولكني ولدته قبله يعني التأدب باختيار الالفاظ واحترام الاشخاص ومقاماتهم بدل على حسن التربية واحترام الانسان لنفسه رح اقلكن شغلة نحن معشر العربي عملنا للمناصب ايمة وهيبة ورهبة ومكانة رفيحة من زمان من زمان مو من هلا عملنا تسميات المناصب والوظائف على اختلافه الاجانب مثلا بيقولوا للرئيس مستر بريزدونت رئيس وزارة برايم منستر يور ميجستي يور اكسلانسي يور هاينس يور غريس نحن العرب كمان قلنا تسميات فخامة الرئيس دولة الرئيس معالي الوزير سعادة السفير سماحة المفتي عناية الاستاذ صاحب الرفحة سيدي مولاي جناب الاخ عطفة المحافظ غطة البطر يارك الى اخره من هالالفاظ المهابي طبعا هالتبجيء للمناصب مولا الاشخاص كل منصب له تسميته الخاصة يعني ما بيجوز نخربط بين هالتسميات ونقول مثلا فضيلة الوزير او فخامة المحافظ بيعتبع علينا المجموع اللغوي بعدين ها لانه نتعبو كتير حتى صاغوة تعبير الطناني طبعا للمرة التانية هالتسميات للمنصب مولا الجخص لانه ياما بنشوف عطوفة وما عنده جنس العطف وفضيلة والفضيلة منه براء وما بيصير اولى الوزير معالي الوزير بعد ما نطلع من الوزارة ورجع الوظيفة القديمة ما بيجوز خلاص عوا فيت game over المهم ان عزت وانا عم فكر بكلمة الملاف السحادي واخدني النوم وغفيت بمحلي حالكنبي قامت شفت منام غريب جدا والحقيقة مو منام كابوس لك لك كابوس طبع على صدري قال نحن بهالوقت بنحتار شلوم من خاطب الناس وشلوم من عنوين مراسلاتنا وشلوم بدنا نلاقي القاب للناس وللمهن يلي عم يمارسواها والسبب هيك شفت بالمنام طبعا قال انقلبت المفاهيم رأسا على حقب الحلو صار مالح والأبيض صار كالح واختلط الصالح بالطالح والحبيبة صارت مصيبة والصديق صار عدو والنفوس تغيرت والنوايا تزعزعيت ما حدا لحدا الجو كله تلعباش والكون تخربت وقال شو الزرافات عم تطير بالجو العصفور عم يبلع فيل البقرة عم تفترس ضبع الحمار صار بني آدم يعافيز بس الألقاب بين الناس ما تغيرت للساكة نفسها بس صار فيه مهن جديدة مثل معالي العميل فطيلة المرتشي جناب المحتكر عطوفة المختلس مولاي المهرب سماحة الغشاش إلى آخرين وقال بسألوني شو رأيت فيها التسميات بقال لون لا 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 أبدا مصحيحة منوب لازم تقولوا وطاوت المختلس حقارة المهرب نزالت المعتكر سفالت الصديق غباوت الشيخ وما حصل لك إلا سفقة على تمي ما بعرف منين إجتني وفقت بعد من هالكابوس بس لفظة واحدة ما تغيرت لا بالحلم ولا باليقظة هي لفظة تعاسة المواطن على كل حال نطولنا ولا قصرنا انه نزلنا ولا طلعنا انه اطمعنا أو اقنعنا لو الغلا دبحنا والتطنيش جرحنا وما في بالدنيا مين يريحنا وبهالوطن تشرشحنا نحن العمر بده يمشي إذا كانت الملافظ سعادة ومناشدتنا للمسؤولين ما فيها إفادة وسكتونا بالوعود مثل عادة الحياة بده تمشي وإذا امرضنا وانواجعنا وما عم نلاقي الدواء تبعنا ومصاريم ما في معنا وما منعرف لمين مرجعنا الحياة بده تمشي إذا انقطعت الكهرباء وما في مين يقول لك مرحبا والشغلة صارت شربة وبلدنا صرنا غربة الحياة بده تمشي إذا غلي اللحم والفروج صار حلم وعيشتنا قلبي تفحم فالحياة رح تستمر وتمشي وبالنهاية رغم كل اللي يقلنا ها الأمل ما أحلى وبشع العيشة لو لا والله يعين المواطن على بلواه وبالصبر والاتكال على الله الحياة بده تضحك بوشك وبوشي قال الشاعر إليا أبو ماضي أصيدة جميلة قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهما في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة قال العدى حولي على صيحاتهم أأسر والأعداء حولي في الحماء قلت ابتسم لم يطلبوك بدمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولا إن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنك تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلم والوجه أن يتحطم قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويرحل مرغما قلت ابتسم ما دام بينك ورد شبر فإنك بعد لن تتبسم تحياة تحياة